ثم بعد ذلك لاغوس نيجيريا ترابولس ليبيا أما العاصمة الليبية ترابولس فقد احتلت المرتبة الثالثة في القائمة وفقا لوحدة المعلومات الاقتصادية سجلت ترابولس 34.2 من أصل 100 في أحدث مؤشر عالمي للعيش لعام 2022 بشكل عام من المعروف أن ليبيا غير آمنة بسبب العديد من العوامل من ضمنها الجريمة والإرهاب والنزاع المسلح والالترابات المدنية والاختطاف ساهمت كل هذه العوامل أيضا في جعل هذه المدينة تحتل المرتبة 170 في العالم أي أنها في ذيل قائمة المدن الملائمة للعيش الجزائر العاصمة تحتل الجزائر المركز الرابع في هذه القائمة والمرتبة 169 على مؤشر الرفاهية العالمي لعام 2022 تشتهر العاصمة الجزائرية بعديد من العوامل التي تجعلها من أقل المدن ملائمة للعيش من ضمنها أنها واحدة من أفقر المدن في العالم وقد بدأ مستوى الفقر في الجزائر العاصمة بشكل كبير بعد هبوط أسعار النفط بالأسواق العالمية في الثمانينات برصيد 37.0 تحسنت الجزائر الآن كثيرا مقارنة بترتيب العام الماضي في العام الماضي 2021 سجلت المدينة 34.1 إجمالا وقد أخذ المؤشر العديد من العوامل بعيد الاعتبار من ذمنها الرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم وتصنف الجزائر العاصمة على أنها ثاني أسوأ مدينة ملائمة للعيش في إفريقيا ثم بعد ذلك كاراتشي باكستان ثم مدينة بورت مورسيبي في بابا وغينيا الجديدة دكا في بنجلاداش هراري في زمبابوي دوالا الكاميرون ثم طهران هي العاشرة أما العاصمة الإيرانية طهران فتحتل المرتبة العاشرة وعلى الرغم من أنها مدينة مثيرة للإعجاب وقد تجذب السياح فإن قلة الاستقرار العام والإضطراب السياسي في البلاد قد ساهم في تصنيف المدينة في مرتبة متدنية وفقا لأحدث تقرير مؤشر رفاهية العالمي عام 22 سجلت طهران 44.0 واحتلت المرتبة رقم 63 في العالم وهذا ما يجعل طهران عاشر أسوأ مدينة تعيش فيها اليوم شوفوا يا جماعة الخير شوفوا طهران الجزائر دمشق طرابلس أربع مدن في العالم كاراتش في هذه في العالم الإسلام الدول العربية الجزائر مع دمشق وطرابلس يعني ليبيا عايش فيها حرب أهلية ميليشيات جماعات وكذا وكذا ما ليش قد لديها عذرها أنها تعيش في حرب ثورات ضد القذافي تدخل حلف الناتو كل هذه الأمور وتشكلت ميليشيات وجماعات إرهابية أوكي إننا نهضمها دمشق أيضا تعيش سوريا حرب أهلية تدخلاته صراعاته ميليشيات طائفية كلها والسبب بشار الأسد الجزائر مع هاتين الدولتين مع هاتين العاصمتين ترى هل الجزائر في حرب أهلية؟ الجزائر ما هيش في حرب أهلية كانت في التسعينات في حرب أهلية والأهل الجزائر المفروضة هي مستقرة ما السبب بيخليها الأسوأ؟ ورانا شفنا الآن الحويجي اللي يخذوها بعين الاعتبار مستوى الاستقرار رعاية الصحية الثقافة والبيئة وكذا والبنى التحتية هذه كل الجزائر سيئة فيها راهيم عمارات تبنت في عهد فرنسا مهددة بالانهيار هذا هو إنجاز هذا النظام النظام اللي يقول لك نبني لك جزائر جديدة من 2019 2022 يعني 2019 حتى 2020 2021 2022 يعني ثلاثة سنوات وهم ما قادروش يحسنوا ظروف على الأقل الجزائر تخرج من هذه المدن اللي هي الأعشرة الأسوأ في العالم مش كل يدير هذا؟ هو نظام العسكر هو نظام العسكر البائس لأنه ما عندهم مش مشروع تنمية يعني البلد وصلت الجزائر اللي ما فيهاش حرب راهي في تقسيم أو في تقييم عالمي مثل هذا في مؤشر عالمي كبير مثل هذا توضع مع من؟ طهران حكمين هالملالي راههم تخليم في سراعات وكذا 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 كاراتشي ونعرفو ما حدث في كاراتشي مع حرب أفغانستان وكذا وكذا مع طرابلس ثم مع دمشن هذا هو إنجاز هذا هو الإنجاز الكبير اللي داروه هذه هو اللي داروه هذا النظام البائس دار لك إنجاز كبير هذا هو عليه المغرب غير من صح المغرب لم يسجل ضمن العشر الأفضل في العالم ولا الرباط هي موجودة ضمن الأسوأ في العالم حيث في 2019 الرباط احتلت المرتبة مئة واربعتاش في 2018 مئة وثمانطاش لكن الجزائر مثلا في 2021 أيضا كان ضمن العشر الأسوأ مدد هذا قد يكون خبر متداول وتداوله كثيرا ولكن ما يجب التأكيد عليه أنه مثل هذه الأخبار تؤثر على صمعة الدولة الاقتصادية هل من الممكن أنه يكون هناك سواح يجوه للجزائر وهما يقرؤ في التقارير الدولية على أنها الأسوأ وجيك تبوني يقولك مثلا من الرعاية الصحية قل كتبون عندنا منظومة الصحية الجزائرية هي الأفضل اسمعوا الأجانس هذه أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن نظام منظومة الصحية نتعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقي حب من حب وكره من كره وبعد ذلك تأتي تقارير دولية تعتمد على المنظومة الصحية والرعاية الصحية كمؤشر تصور لك الجزائر ضمنها العشر الأسوأ في العالم اشتركوا في القناة